طابة مساءكم هنعمل النهاردة سمك بوري سنجار إنما إيه حاجة مية مية الوصفة سهلة جدا بنكلوا دايما من المحلات علشان الطعم احنا نعمل الطعم بتاع المحلات واحسن كمان في البيت طبعا ده شكل الطبق عامل مع رز الصيادية وصلاة خضرة تقطعها كبيرة عشان تبقى هلسي الجزر المبشور الوان كتير حاجة محترمة نتغزة بقى قبل رمضان تعالوا نشوف هنعمله ازاي مع بعض عندنا سمكتين بوري وخليت الرجل يفتحهم لي سنجاري بيفتحهم من سلسلة الظهر كده وننظفهم بالشكل اللي انتوا شايفين ده الحتة اللي في النص دي عشان نملاها الخلطة بتاعتنا طبعا متنظفين ومتنشفين مفهومش اي دم ومنظف جدا شايفين مع بعض متنظفة ونشفة جدا عندنا هنا كوزبرة نشفة حوالي نص حزمة معلقة كبيرة طم فروم عندنا بقى فلفل رومي وطماطم وفلفل حراء وبصل وجزر مبشور نعمل شوية على قد خلطة قلب السمكتين عندنا هنا بورات سمك شطة كوزبرة نشفة فلفل اسود ملح كمون تاني بورات سمك شطة كوزبرة نشفة فلفل اسود ملح كمون هنتدي نتبل السمك الاول رشة فلفل اسود كده في قلب السمكية نبي نتبلهم بس كده حوالي عشر دقايق قبل ما نعمل الخلطة بتاعتهم وفي ناس بتتبل ساعة واتنين طبعا هيبقى طعمه احلى واحلى يعني فلفل اسود مهم جدا مع البوري ودي سينة ملح رشة صغيرة ملح ونحط رشة بهارات سمك برضو بهارات السمك دي بتجيبها من عند العطار بتدي طعم حلو جدا لجميع المأكولات البحرية اي كان جنبري او سمك او سيفود اي اكل بحري بتديله طعم حلو دي رشة بهارات سمك هنركينه على جنب بقى ونعمل الخلطة نار عالية اهم حاجة نار عالية عشان احنا مش بنسوي الخضار احنا بنعمله تشوك كده بالزبط ما فيش ما بياخدش معانا دقيقة بالزبط الزيت يسخن كويس جدا انا ساب الزيت يسخن وسبت يسخن قدامكم كده عشان تركزوا في الحتة دي بالزيت كده الزيت سخن على النار عليه اهو بنزل بالخضار المتقطع كله بتاعي اهو وديله تشويحة تقريبا اقل من دقيقة او دقيقة بالزبط حسب النار عندكم عالية ازفك لها ايه دي تشويحة خفيفة كده بدي صدمة كده للخضار قبل ما حشيف قلب السمكة ما بسويهوش خالص انا بديله صدمة بسيطة منزلت بالخضار بس بنركز في الخطوات طبعا ريحة الخضار ببتدت تطلع بتبقى ريحة فظيعة طبعا طحفة حاجة عزمة كده انا قفلت النار ما خدناش دقيقة بالزبط حطيت كل البهارات بتاعتي وانا طف النار نحط الكزبارا لخضرة بتدي ريحة فظيعة واساسية في السمكة السنجاري ومع قولتهم المفروم بس كده كل ده وانا طف النار حطيدي بقى قلبهم ومكسهم مع بعض كواس جدا عشان كل التدبيلة تشرب من بعضها كده وابقى طعمها حاجة عزمة ومحترمة يعني كل ده وانا طف النار يا جماعة نركز انا طفيت النار وابقى احطط البهارات جبت بقى الورق فويل بتاعي وحطوته في الصواني اللي انا هشتغل فيها ديت بقى سنة زيت رشة زيت ورشة ملح قبل ما حط السمك خالص ديت رشة ملح وسنة زيت ابتدتها دهين بقى الفويل معلش انا اشغل بيدي انا لابس جلافز فاشغل براحتي بقى جبت السمك اهو خلاص ههو التبل طبعا حطيهم فيها بغارات السمك والمالح والفلفل اسود وسبناهم حوالي عشر ده اربع ساعة تبلوا بقى كويسين جدا هنحشي قلب السمك الاول بالخلطة اللي احنا عملناها دي طبعا ريحتها فظيعة لوحدها يعني وبعد ما بتستيوفي السمك بتتاكل بتتغمس بتحطيها ع الرز تاكل مع السمك بتبقى فظيعة طبعا فيه طريقة تانية ممكن نعمل بها السمك ده بعدا ما يخش الفرن وياخد التسوية بتاعته حوالي نص سوى بنطلعه تاني وبنديره كريمة وجبنة في القلب بتاعه فوق الخلطة ديت وندخله الفرن تاني بتبقى حاجة اسمها طرطة سمك هبقى عملها لكم فمرة بس بسمكاية كبيرة تكون سمكا لوط او او سمكا اروس كبيرة طبعا انا بدي نقول ظهر السمكاية هون من برا ببقية الخلطة اللي بقت معي عشان تاخد طعم التببيلة طبعا ريحة كده الوحدة خيالية راشد الزيت بقى كده راشد الزيت دي اساسية لمونة بقى ودي عصرة لمون فوق كل الكلام ده بقى تطش الاخير عصرة الليمون ده السمكا بتطلع من الفرن يا جماعة حرفيا مش محتاجة عصرة لمون ولا سنة ملح الحياق بتاعها مصبوط جدا حطناها في الفرن 30 دقيقة على درجة حرارة 220 وبعد كده 10 دقايق تحت الشواية عشان نساوي قلب السمكة والخضارة اللي جواها ده شكلها في الفرن ده بعد ما خرجك من الفرن حاجة واحدة بالحنة والشفاة بإذن الله تعجبكم وصفة سعلة وسريعة بس نحتزم بالتكنيك والتعليمات هنعمل اكل حاجة محترمة فوق العظمة السمك ده أنا بحب أكله جنب الرز الصيادية وصرط الخضرة أهم حاجة واحنا بنعمل الصرط الخضرة نقطحها كبير هلسي جدا يا جماعة ده شكلها هو وده الرز الصيادية وده تصوير من زاوية أخرى أنا أسف على بذرة اللامون اللي على الشمال دي يا جماعة تسامحون طبعا مستوية وزال فل أنا عملت جرنش بقى جزر مبشور فلفل الألوان شكلها توحفة بصراحة ده الرز الحبة وحبة الصيادية بعملوا ببهارات سمك على فكرة فمرة كده بعمل لكم الطريقة بتاعته وإحنا بنعمل أكلة سيفوت كبيرة كده الرز مفلفل هو الحباية بحبايتها الجزر مبشور قطروا الألوان فقلت لكم يا جماعة حاجة صحية جدا صارت الخضرة تقطع كبير حذكر صارت الخضرة مش منديها أي حاجة غرزيت زتون مش منديها ملح فلفل أي حاجة ده الشكل النهائي للطبع بتاعنا وجبة سمك محترمة بالهنة والشفة يا رب تعجبكم لو أعجبكم الفيديو هعملونا لايك وشير وصابسكرايب على يوتيوب وأنا بشكر الناس اللي بتدعمني بتعملي لايك وشير وصابسكرايب بيتجاوب معي بسرعة أشكركم على دعمكم ليا وللقناة طبعاً إحنا لدينا صفحة على الفيسبوك اسمها لكوسينا بنعمل فيها الأردارات دي أكل بيتي من دارة كمنة تقدراتوا عملوا الأردارات في أي وقت كل سنة من طيبين رمضان كريم استنونا هنعمل معكم وصفات كتير في رمضان أشوفكم على خير الفيديو جاي صلاة موسيقى 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 موسيقى